السلام عليكم طلاب الصف الثالث متوسط بهذا الفيديو راح نحضل صفحة 74 وصفحة 75 كتاب النشاط اخوان بالنسبة لصفحة 74 مو مهمة بالوزاري بس راح اقراها لكم وترجمها عالسريع الصفحة اللي بعدها مهمة جدا تمني اللي اول قال انه كل الجمل بالاسفل غير صحيحة مو غير صحيحة قواعديا لا قواعديا ما بيها اي مشكلة بس غير صحيحة المعلومة اللي بيها خاطئة اقرأ المراجعات في كتابك كتاب الطالب مرة اخرى وصحح الاخطاء المراجعات مال داليا وسارة بكتاب الطالب يقلك راجحهم وبعدين تعال صحح الاخطاء مثل شون هاي الاخطاء مثلا الاولى الصالة كانت فارغة في الساعة العاشرة هذا الشي خطأ الصالة ما كانت فارغة الصالة كانت ممتلئة فراح نبدل هاي كلمة نبدلها بفل فبدا لما نقول كانت فارغة راح نقول كانت ممتلئة النقطة الثانية الطلاب كانوا يرتدون ملابسهم المنزلية لا هذا الشي خطأ ما كانوا لابسين ملابسهم المنزلية كانوا لابسين ازياءهم بس هاي غيرناها نجد للنقطة الثانية الجماهير كانوا صاخبين يعني كان صوتهم عالي لا هذا الشي خطأ نقول الجماهير كانوا ينتظرون بصبر النقطة الثانية فريق الفنون لم يتدرب هذا الشي خطأ نقول فريق الفنون تدرب هنا كانت هادنت سمناها هاد ناما فيها هنا مثبتة النقطة الثانية ناس قليلة كانت غير سعيدة هذا الشي خطأ نقول الكل كان مبتسم هسا خلصنا من مراجعة دالية نجي لمراجعة سارا سارا وصلت مبكرة جدا هذا الشي خطأ نقول سارا لم تصل مبكرا جدا بدأ لهذا الحاجة تقدر تقول متأخرة جدا النقطة الثانية سارا حصلت على مقعد في وسط الصالة هذا الشي خطأ هي ما حصلت مقعد أصلا فنقول سارا كان عليها أن تقف في الخلف لأن الصالة كانت ممتلئة مسبقا النقطة ه الطلاب حول سارا كانوا هادئين هذا الشي خطأ يقول الطلاب حول سارا كانوا يتحاورون بصوت عالي نقطة آي رجلي لم يكن أحدا يصفق في النهاية ما حتصفق بالنهاية هذا الشي خطأ يقول الكل كان يصفق في النهاية النقطة الأخيرة جاي سارا استمتعت في حفلة التخرج لأن هي حصلت على مقعد جيد ما حصلت هي لبناء أخطي فنقول سارا لم تستمتع في الحفلة لأن هي لم تحصل لم تحصل على مقعد نجي للصفحة البعض هذه الصفحة البعضة أخوان مهمة هذا التونين أخوان مهم لازم تركزون بي قال لك أعد كتابة الجمل لنفيهم أعد كتابتهم لنفيهم شن هنه الجمل شبيهن مثبتات احنا شنسويهن نسويهن نفي تمام فالجمل بالماضي المستمر وبالماضي البسيط احنا كن نعرف شون ننفي الجمل بالماضي المستمر وبالماضي البسيط تمام فعدنا الجملة الأولى الصالة كانت فارغة هاي الجملة بيها زمن زمن الماضي البسيط ليش؟ لأنه أنا عندي صفة ما عندي فعد إيجاني وراء الوز بهاي الحالة أيضاً نفمالتها حالة حال الماضي المستمر الوز نضيف وراءها نوت بالاختصار الصير wasn't تمام؟ الصالة لم تكن فارغة نقطة بي الطلاب كانوا يرتدون أزياء المدرسة فإحنا هذا الشيء نريد ننفيه شون ننفيه؟ نقول الطلاب لم يكونوا يرتدون أزياء المدرسة هنا هاي الجملة بيها زمن زمن ماضي مستمر عندي هاية ووراها جاي فعل بي إضافة آية أنجي إذن جملة زمن ماضي مستمر ننتقل للنقطة C النقطة C The arts team were performing very well فريق الفنون كانوا يؤدون أداء جيد جداً عندي هاي الكلمة ووراها فعل بي أضافة آية أنجي جملة بيها زمن زمن ماضي مستمر شلون أنف الجملة بزمن ماضي مستمر؟ بس هاي الكلمة أخلي وراها نوت بالاختصار بتكون بهاي الطريق تمام؟ نجد نقطة D سارة استمتعت بالوقوف في الخلف شلون ننفيها هاي الجملة؟ هاي الجملة زمن ماضي بسيط فاعل وفعل ماضي شلون ننفيها جملة زمن ماضي بسيط؟ أضيف وفعل الماضي أرجع لأصلا فاضفناها جبنا الفاعل خليناها جبنا didn't وهاي enjoyed سويناها enjoy رجعناها لأصلا تمام؟ نجد نقطة E people were shouting at the arts team الناس كانوا يصرخون على فريق الفنون جملة بياها زمن ماضي مستمر عندي هاي الكلمة وراها فعل بإضافة A&G شلون فيها؟ بكل بساطة هاي الكلمة أضيف وراها نوت بالاختصار تكون بهاي الطريقة تمام؟ ننتقل للجملة البعد The audience stayed very quiet الجماهير بقوا هادئين جدا The audience هاي كلها الفاعل هذا الفعل شن من الفعل؟ فعل ماضي جملة بياها زمن ماضي بسيط حلو شون أنا فيها جملة ماضي بسيط؟ أضيف didn't أجيب الفاعل لنزلة أضيف didn't والفعل هذا state شا سوي له؟ أرجع لأصلا أوكي جبت الفاعل The audience جبت didn't النفي stayed سويتها stay تمام؟ Sarah was sure the performance was good Sarah كانت متأكدة بأن الأداء كان جيد جملة ماضي بسيط ليش لأن هنا أنا عندي was وعند وراها جتني صفة ما أجان وراها فعل بإضافة آية نجي عنا مدأقول هاي جملة ماضي مستمر لا was وراها صفة فأقول جملة ماضي بسيط النفي مالتها الشون؟ نفس النفي مال الماضي المستمر was أضيف وراها note بالاختصار تكون بهذا الطريق تمام أخوان؟ ننتقل للثمانين الثالث الثمانين الثالث أيضا مهم جدا حتى نختم الدرس أكمل النص بالماضي البسيط أو الماضي المستمر نكمل النص يا أما بشكل الماضي المستمر أو بشكل الماضي البسيط من الأفعال بين الأقواس منطينا أفعال بين الأقواس؟ فأحنا يا أما نكتب الفعل الماضي ما لهذا الفعل بين الأقواس؟ يا أما نكتب الماضي المستمر خلنا نجي نقرأ ونشوف ماجد وصل البيت في الساعة الثامنة مساء زوجته ميك هذا الفعل ميك بالأقواس شي سوي له؟ أصحح فنقول was making زوجته كانت تعد دنى العشاء his older son ابنه الأكبر do نصحح نقول was doing كان يفعل أو كان يحل his home work واجبه المنزلي and his younger son و ابنه الأصغر get ready نصحح نقول was getting ready كان يتجهز for bed للفراش يريد ينام يعني ذنى ليش خلناه الماضي مستمر ذنى خلناه الماضي مستمر لأن الأحداث كانت مستمرة مثلا أنا أجل أقولك أنا دخلت للبيت ولقيت الوالدة كانت تنظف قلت كانت تنظف ما قلت نظفت نظفت هاي ماضي بسيط نظفت وانتهي الموضوع بس كانت تنظف يعني كانت مستمرة بالتنظيف من أني وصلت تمام وأخوي كان يلعب طوبة بالبيت هم قلت كان يلعب طوبة بالبيت يعني هم مستمر الحشي يعني اللعب ما لتا كان مستمر ما قلت لعب لعب وانتهى الموضوع لا كان يلعب تمام هذا هو الماضي المستمر هسا كملنا من ذن نموهات الماضي المستمر خلن نجي ونشوف البقية شنو فاست فاست أولاً هو ساعد شوف هنا أنا صارت عنده مواضي بسيط هو ساعد أحد الأبناء بالرياضيات ثم ه راد وبعدها قرأ شوف هيا راد ليش قلت راد ما قلت ريد ما نعرفه احنا ريد صحيح ريد بالمضارع بالماضي نفس الكتابة بس نقرأ راد مثل ما تقول لون الأحمر راد تمام وقرأ قصة للإبن الآخر وقرأ قصة للإبن الآخر وقرأ قصة للإبن الآخر وأخيراً هو وزوجته أكلوا العشاء لحد من هذا الفيديو أتمنى تكونوا استفادئين من هذا الفيديو تانكو وقرأ 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة